بسم الله الرحمن الرحيم بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية الذي يوافق السادسة من شهر مايو أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن قواتنا المسلحة ومنذ صدور قرار التوحيد سارت في نسق صاعد وحققت نقلات نوعية في التنظيم والتأهيل والتسليح والكفاءة والقدرة الميدانية فحازت مكانتها المستحقة بين جيوش العالم الحديثة مشددا سموه على أن عمليات تطوير وتقوية القوات المسلحة الإماراتية ستظل أولوية في سيرتنا الوطنية إيمانا بأن امتلاك قوة الردع هو الضمانة الأكيدة للحفاظ على السلام وقال سموه في كلمة بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة الثامنة والأربعين إن إنجازات التطوير والتحديث شملت كل مكونات القوات المسلحة الإماراتية إلا أن الإنجاز الأكبر يظل مرتبطا بتكوين الموارد البشرية العسكرية والتي تعززت بإطلاق برنامج الخدمة الوطنية في العام 2014 ليمثل إضافة نوعية أتاحت لشباب وشابات الإمارات فرص تقديم أروع أمثلة الانتماء الوطني وتأكيد الاستعداد لتلبية نداء الوطن وأكد سموه أن الصناعات العسكرية الإماراتية تسهم اليوم في تلبية جزء مهم من احتياجات قواتنا المسلحة وتنافس بمنتجاتها عالية الجودة والكفاءة في سوق السلاح الدولي وباتت رافدا مهما لجهودنا في تنويع اقتصادنا وميدانا حيويا للبحث والتطوير وتكوين الكفاءات العلمية وأداة فاعلة في تعزيز علاقات الإمارات مع الدول الشقيقة والصديقة